هنا فقد السيسي أعصابه وقال لك هنعمل الخطة التانية بقى في المؤتمر ايه الخطة دي؟ قال لك الهجمة المرتدة ونهجم بقى على ماكرون وقام هو متعصب بقى فين الصحف المصر اللي متفع معاه؟ انت نمتوا اللي هيسأل سؤال لفرنسا عن حموم الإنسان تفضل لا عايز يساك تفضل شكراً فقامت الرئيس السيسي والحقيقة فرنسا دايماً بالنسبة لنا كشعب مصري بننظر إليها على أنها واحد الحرية وديمقراطية وبننظر بإعجاب لتجربة صعود وانتخاب الرئيس ماكرون وبهذا الحب من الشعب المصري تابعنا عبر وسائل العلام المختلفة أحداث السطرات الصفراء في فرنسا وتألمنا اللاسف الشديد عندما رأينا البعض يقوم بالتخريب في باريسا وفي مدن فرنسية أخرى لكن كمان شفنا في الشوارع كيف تم التعامل مع المتظاهرين ورأينا القبض على مئات من هؤلاء المحتجين وما نشر عن وقوع قتيل أيضاً سؤالي للرئيس ماكرون كيف سيتم التعامل مع من تم القبض عليهم في إطار حقوق الإنسان شكراً قرية السؤال أكبرت ماكرون أنه يعمل قصف جابها كبير لسؤال جاي من ناس أصلاً بإقماعه المظاهرات أنا أشكر السيد الذي وجه السؤال فيما تعلقه بفرنسا والكلمات الطيبة التي ذكرها بالنسبة لفرنسا في فرنسا يوجد عندنا طبعاً مفهوم حرية التعبير وحريات التعبير عن الرأي في فرنسا يمكن أن تقول كل شيء تود أن تقوله حتى لو كان ضد الدول أن تكون بحرية ضد الرئيس الجمهورية وضد الحكومة وهذا هو جوهر ديمقراطية لذلك أنتم وجدتم أن هناك الأشكال المختلفة والمظاهرات التي حدثت وكان هناك نقاشاً يتسم بالغضب وغضباً جماعياً تم التعبير عنه في فرنسا وكان هناك حرية وهذه الحرية مضمونة دستورياً بأن يتمكن الناس من التعبير عن رأيهم وعمل هذه المظاهرات تشعر أن ماكرون عارف أنت فيلم عن تروليبليب جماعة إحنا بلد حر يا عبيد يا جماعة إحنا عندنا ديمقراطية يا دكتوريين يا جماعة إحنا عندنا حق المظاهرات يا قمعيين يا جماعة إحنا عندنا إنتوا إزاي إنتوا إزاي تتكلموا تخلش بيوت الدعارة كده إنتوا إزاي كده أصلاً إنتوا إنتوا مين إنتك تتكلم يا فصل اللي هو من حتة بتاعت إمبارح الخناءة بين الكويت والسعودية اللي هو اللي بيته من إزاز يا أولادي اللازينة إنتوا أصلاً ما عندكوش بيت يعني مش إزاز حتى ما يحدفش الناس بالطوق ماكرون تاني قص الجامعة بتاع ماكرون تاني أنا مبسوط أنك سألت السؤال ده و هنفخ أمك كان هناك كان هناك حرية وهذه الحرية مضمونة دستوريا بأن يتمكن الناس من التعبير عن رأيهم وعمل هذه المظاهرات ولكن طبيعة هذه المظاهرات كما ذكرتم أنتم لم تكن أبدا ممنوعة على الإطلاق وكان هناك بعض الأفراد لما نسميهم بالمتطرفين والمخربين الذين قاموا بالاندماج في هذه المظاهرات وقاموا بعمل بصورة منتظمة وقاموا بمهاجة مباني عامة وقاموا بارتكاب حوادث عنف وحوادث عدوان بصورة غير مشروعة وغير قانونية أنهم لم يتم القبض عليهم لأنهم قالوا شيئاً معيناً ولكن تم القبض عليهم أنهم قالوا بارتكابة أموراً معينة تخريب وعدوان وتبقى للقوانين التي السائدة في بلدنا سيتم التعامل معهم بصورة قضائية قال لهم أنا ما تقبضش عليهم يا حيوان يا حيوان تبقى محزوفة هي بس بيبقى واضحة جداً المترجم هنا حتى بيترجم في روسيا بيترجم بتون الصوت اللي بيتكلم ميه ماكرون قالوا ما تقبضش عليهم عشان اتكلموا زي ما بيتقبض عندكم عشان يتكلموا أو بيتقبض عليهم في السعودية عشان ما تكلموش يعني انتعدوكم عشان يتكلموا في السعودية عشان ما تكلموا عشان سكتوا فاحنا مش اتقبض عليهم عشان يتكلموا لا اتقبض عليهم عشان متصورين وهم بيعملوا تخريب ووي 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 وهي تحكمه قانوني في بلدنا اللي لفت انتباهي خد بالك بقى من اللقطة التاريخية دي حقيقة طبعاً عبد الرحمن طريقة الهالي عبد الرحمن مطر يعني عشان أعرف أكيد مستنيها وحقه قال لي خد بالك منها وهي حقيقي بص الفرنسيين قبل ما تقتع ليه سانة بس يا زر ما تقي يا عمه اهدى عليك بص الفرنسيين وبص المصريين بص الفرنسيين ده في اللحظة اللي ماكرون فيها بيتكلم على دموقراطية والحرية في بتاعه بص الفرنسيين ازاي رفعين رأسهم ومشرقبين وبيتابعوا كل حرف بيقولوا أحرار بيتابعوا كل حرف بيقولوا رأيسهم ويحسبوه عليه حساب الملكين وبص المصريين الخانعين اللي موطين رأسهم من كتر العبودية بص المشهد ده بص يمين فرنسا بص شمال مصر تعرف حنا في أي مستنقع وقع عليها بص بقى بص أيوة اهدأ 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 دول الفرنسيين بص بقى نخش على المصريين ناحية التانية بص الفرنسيين بص بص ازاي كله رافع وبيفكر بص 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 كله متأتي رأسه ازاي بص اللي يرفع رأسه اللي يرفع رأسه السيسي طيارها بص الحرامي بص اندوف توكست نص نومة بص وزير الدفاع وزير الدفاع اللي هو ايه بالجازمة اللي انت بتعرفش اسمه بالجازمة بالجازمة كلكم عبيد بص بص عبيد 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 ما هو رئيس الوزة المستوى ده الحرامي ما أنا بسميه الحرامي بيقولولي ده مستوى مدبول ما أنا عارف ده الحرامي رئيسه بص حداك عبيد بص الفرنسيين، بص القاعدة، بص البادي لانجوج، بص ده بيتماعاً اغلط يا ماكرون في حرفه عشان ننفخك، بص بص التربص، بص العزة احنا اصلنا احرار، العبودية تأتي من الحكم العسكري ايه اللي علمك تبقى عبد؟ رؤوس الزباط اللي طارت منذ قليل ايه اللي علمك تبقى خانع وذليل؟ لان انا عارف ان اللي ليه كرامة ملوش مكان في البلد